بسم الله الرحمن الرحيم نبدأ اليوم في هذا الدرس المهم وهو من دروس نطق اللغة الإسبانية ونأخذ اليوم بالتحديد حرف خوتا لأن حرف خوتا قد يشتبه على كثير من المبتدئين أيضا لأنهم مثلا يكونون في بلاد يكون فيها متداول اللغة الإنجليزية فينطقونه مثلا إجي ولكن طبعا هذا النطق أو هذا الصوت غير موجود على الإطلاق في اللغة الإسبانية ولكن هو خاء وسوف نأخذ ذلك الآن في اللغة الإسبانية حرف خوتا هو يلفظ بشكل مختلف تماما عن الحروف الأخرى وأيضا هو حرف من الحروف التي تنطق بشكل قريب جدا من الخاء في اللغة العربية من نفس المخرج ولكن يكون أشد قليلا لنقوم بتطبيق ذلك عمليا في مثال مثلا خويجو نقوم بتقرار كلمة خويجو 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 طبعا بالنسبة للعرب يكون نطق هذا الحرف سهل جدا لأنه موجود في لغتنا فلا بأس بالتمرين على هذا الحرف بالنسبة للذين لديهم مشكلة خويجو خويجو خامون 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 طبعا هذا الحرف يعني ممكن أن يوجد في بعض المناطق بشكل مختلف لكن نحن كما نبغت في كميعة الروسي أننا نتحدث فقط عن النطق القياسي والقواعد القياسية المعتمدة في اللغة الإسبانية السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله والآن سوف نأخذ الأمثلة لنطبق نطق هذا الحرف بشكل عملي خويجو جراث 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 joven جرائن jardín j pry juez jouw jaula j j j j Jengibre Jornada Jarrón Jubilo Joya Jornarelo Jornalero Jalía Joguete Junio Juventud Jardinería 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 Jardinería